يعني زي ما حضرتك شايفة الناس وعية وفهمة وقراءهم مضبوطة طيب الناس بتقولك الموضوع نسب وحاجة علمية وتفاصيل مش مجرد تمثال وخلاص طيب النهاردة يعني اللي احنا شايفينه ده مش كان برضو فيه قانون أو قرار صدر من مجلس الوزراء بالرجوع لوزارة الثقافة قبل وجود اي تمثيل بالشكل ده او اي اعمال فنية بالشكل ده ايه الحل النهاردة؟ الله يبقى لو جينا نتكلم على قانون مزولة المهنة مفروض يعني انا يعني انا ما عنديش حاجة اقدر احاسب بيها الموسيقى في رأيين يعني ايه يقولك الفن حر والفن الفن والواحد يعمل ماشي انت حر ما لم تضر وهنا في ضرر هنا في ضرر انت بتأثر على الزوء العام وبتأثر على رؤية وبتأثر على شعب وما ينفعش يبقى ده غلط هو كده اجرم في حق البلد يبقى مفروض يكون في مزولة المهنة دي قانون يحاسب اللي بيدخل دي حاجة اسمها ضبطية قضائية ضبطية القضائية دي النقابات ما فيهاش ضبطية قضائية وكنا تكلمنا فيها وقال لك ده مش دور النقابة انها تكون هي اللي معاها الضبطية الدبطية دي معناها ان اللي يعمل حاجة موسيقى تروح يتحرر له محضر وبعد كده القضاء ياخد مجراء تجاهه واعتقد انه حل اعتقد انه حل لكن دي اشكالية فيه ناس ضدها وناس معاها لكن الفن مش اقل من اي قطاع من قطاعات المهن يعني الطب لو هو مش طبيب ومعاها تصريح ودارس ومارس الطب هيتحبس لو مهندس لو واحد مارس الهندسة ومعهوش تصريح من النقابة هيتحبس لان ده هيوقع بيت والتاني حموت بني ادم الفن بيأثر على اجيال وعزوء العام وعلى السلوك وعلى البلد وعلى منظرها وعلى سمعتها اعتقد ان احنا من حقنا يكون عندنا طبطاق قضائية وقانون مزولة المهنة لازم يتفعل فيه حاجات يكون فيه حاجات صارمة رسالة للمحليات قبل ما نختم ارحمونا احنا بيت خبرة احنا استشاري الدولة اللي قلنا تعالوا ابعاتوا لينا او ابعاتوا ليه التنسيق الحضاري واحنا استشاري للدولة بس بشكر حضرتك شكرا جزيلا حسن الختام ورسالة مهمة جدا نتمنى ان يتم الاستماع اليها لانه زي ما حضرتك قلت ده مش بس بيأثر على الزوء العام لأ كمان سمعت مصر اللي احنا بنقول قطعت خطوات كبيرة ومهمة جدا في موضوع التطوير العمراني بشكل عام وتحسين الشكل الجمالي للمدن والقرى والمدن الجديدة والقضاء على عشوائيات مش عايزين بوز تبخى على شوية حاجات كده صغيرة في الآخر شكرا لحضرتك شكرا جزيلا نورتينا دكتورة صفية طه محمود نقيب الفنانين التشكيليين